مهرجان الفكر الجديد لسنته الرابعة من 22 إلى 23 شهر 8 لشهر اللي نحن فيه منصة للإبداع والمبدعين شو الجديد بمهرجان الفكر الجديد رح نتعرف اليوم مع السيد أحمد الأدهم مدير الفكر الجديد صباح الخير صباح النور أحمد فيك ومعنا أيضا الست عبير القمصية مدير عام بتر بيزنس ورح تكوني أيضا مديرة المسرح بالمهرجان هذا العام صباح الخير أهلا وسهلا فيكم صباح الخير يعني هي أكيد مبادرة كتير حلوة اللي هي انطلقت بال2009 مبادرة الفكر الجديد وتطورت وتوسعت ووصلنا حاليا للمهرجان لسنته الرابعة احكي لي سيد أدهم شو الجديد لهاي السنة بمهرجان الفكر الجديد مهرجان الفكر الجديد السنة بده يركز على الفضول وأهمية الفضول والخيال بالتطور والتعلم لأي فرد فرح يكون عن طريق طرح مواضيع جديدة ومختلفة مع طرق تفاعل جديدة كمان السنة هاي كمان رح يكون في عنا مهرجان مصاحب ومنفصل عن مهرجان الفكر الجديد أو فكر الثاني بمتحف الأطفال هذا مخصصينه احنا للأطفال رح يكون بتنظيم من متحف الأطفال في حدائق الحسين والاشي الثالث كمان رح يكون عندنا احنا بالمسرح الرئيسي بمهرجان الفكر الجديد فعليات كتير مختلفة اللي ممكن تحكي لنا عنها اكتر ستة تعبير اللي هي رح يكون فكرزيون رح نسميه فكله تفاعل مختلف ومواضيع مختلفة مع الجمهور هلأ نحن نعرف انه عادة بمهرجان الفكر الجديد للسنوات اللي مرأت من الـ 2012 وهلأ نحن بالسنة الرابعة هو عبارة عن محطات للإبداع والمبدعين هاي السنة المسرح الفكر الجديد مختلف عن المسارح الفكر الجديد بالسنوات الثلاثة اللي مرأوا كيف مختلف هاي السنة؟ السنة هاي في عنا عم نشتغل على المحتوى بطريقة مختلفة من ناحية انه رح يكون في المسرح اشي من سميه الـ edutainment واللي هو عبارة عن entertainment و education اللي هو التعلم والمتعة فرح يكون الجمهور اللي عم بيحضر معنا بالمسرح متفاعل معانا في عنا عنوين ومحتيات حلوة مثل مثلا لمن يجرؤ أو المهرجان بدقيقة فيه مصابقات كثيرة وطبعا جوائز كثيرة حتى الناس تقولنا شو استفادت من هالمهرجان بدقيقة فتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفوا أكتر رح يكون في عنا طبعا ضيوف منحبهم كثير نحن هون بالأردن والوطن العربي رح يكون في عنا الجمهور نفسه يكون له دور كبير بفعاليات المسرح الرئيسي هاي السنة يعني نحن عم نتوقع انه دائما على المسرح بيكون حوالي شي 500 شخص وهي سنة الاختلاف فيه انه هو تفاعلي كيف دي يكون تفاعلي عم نحكي نحن 500 شخص يقدروا كلهم يتفاعلوا تمام طبعا احنا اكيد هاي مفاجأة للجمهور بدنا يستنىنا الجمهور بالمسرح الرئيسي من التسعة على العشرة ونص كل يوم خلال المهرجان بـ 22 و23 و28 رح يكون مفاجآت يعني الناس قاعدين فجأة رح نعطيهم شغلة يعملوها رح ينطلب امور معينة رح نقول مين معه شيء معين ممكن كمان الجمهور يتفاعل مع الكاميرا على سبيل المثال ففي كتير اشياء حلوة استنونا فيها منتوقع تفاعل كبير من الجمهور رحضروا حالكم مليح ونحن يعني كمان في جوائز كتير حلوة رح تكون حتى الناس يعني تتفاعل معنا لأنه الهدف بالآخر هو نحن نطور فكرنا نطور إبداعنا لبالآخر يعني نفيد حياتنا وبلدنا ومجتمعنا حلو استاذ أدهام هلأ يعادة هو شعار المهرجان تثقيف إلهام تشبيك وترفيه كيف عم بتحققوا هاي الأشياء كلها بالمهرجان احنا دائما منركز على طرح مواضيع مختلفة بطرق تفاعل مختلفة دائما منحاول يكون فيه تفاعل أكتر مش بس إلقاء وتنظير يعني دائما نحكي احنا الواحد لازم لما يخاطب الشباب يحاول يخاطب عقولهم ومشاعرهم حتى أعرفت كيف على أساس توصل المعلومة ويتحقق الإلهام وكل الفقرات اللي منقدمها دائما بيكون فيها حتى ولو معلومة وحدة قد ما كانت صغيرة أو كبيرة ممكن الواحد يستفيد منها احنا من آمن للشخص لما بياخد المعلومة هلا بتصير مسؤوليته كيف أنه يستفيد منها ويطلقها وغير هيك عندنا موضوع زي ما اتفضلتي التشبيك احنا يعني المهرجان كتير ناس بتلاقيه سواء من المؤسسات وأفراد يعني شركائنا الداعمين أو حتى الزوار دائما هي فرصة لأنهم يتعرفوا على بعض وبيفيدوا بعض بنفس الوقت كل واحد على هوا موقعه وآخر شي دائما دمه خفيف يعني زي ما حكينا ما بيكون في تنظير ولقاء محاضرات رسمية وكذا دائما يكون بطريقة أن الناس تستمتع فيها وتكون مبسوطة دائما نحن معروف أنه في شركاء المحتوى زي هاي سنة بيتر بيزنس هما شركاء محتوى وكثير في أيضا شركات ومؤسسات هما شركاء بالمحتوى وبيفيدوا بالتشبيك قلت لي قبل شوي على مثال وأنا كثير حبيته أنه مثلا ممكن أنا أروح لأنه هو عبارة المهرجان عن محطات مختلفة هلا أنا مش بالضرورة يكون البالي شي معين رايحة لمحطة معينة أنا عندي طاقة عندي إبداع بروح هناك بتنقل بين هالمحطات اللي موجودة في المهرجان يمكن يخطر ببالي فكرة مظبوط أعطيني مثال كيف التشبيك بده يساعدني يعني أنا مثلا بحس أنه عندي طاقة خلينا نقول أني أنا مثلا بقريتي لأنه بعرف أنها مفتوحة للشباب الجامعات بالمحافظات اللي هم كلهم طاقة وإبداع يعني أنا مثلا نصبية جيت من محافظة عندي أفكار بدي أعملها لمنطقتي وجيت على مسرح الفكر الجديد كيف ممكن يساعدني مسرح الفكر الجديد لحتى أنا أساعد مجتمعي بقريتي مثلا إحنا عنا زي ما تفضلتي يعني هي المحطات هاي إحنا بنسميها حارات لأنه في كريستان هي مدينة والمدينة فيها حارات وكل حارة بتحكي على موضوع يعني عشان أجاوب على سؤالك أنت ممكن لما بتيجي عندك فكرة معينة بس ناقصك بعض المعلومات أو على فرض بحاجة أنت متطوعين أو بحاجة لأي أمور لوجستية ممكن تفيدك بمبادرتك الاجتماعية فأنت ما تيجي عن مهرجان عم بتشوفي كيف في ناس قبلك طبقوا فكرتهم كانت من فكرة لتطبيق هذا يعني مثال مثال تاني أنت ممكن تعرفي على إحدى المؤسسات اللي يتوفر لك متطوعين أو يتوفر لك بفريق دعم يساعدك أو معلومات أو يعني ممكن هم يوجهوك كيف أنك يعني تبقي فكرتك أو مبادرتك نفسها أنت ممكن تعملي شركات عن طريق أنك أنت عم تتعرفي على هالمؤسسات لهم داما مفتوحين بوابهم لحتى يستقبلوا هالشباب ويدعموهم يعني ممكن ألاقي ناس بأفكار مشابهة بتجارب عشان هيك هدفكم التشبيك يعني نبني في أفكار بعض وممكن أطلع بشي يفيد مجتمعي مية بالمية كتير حلو هلأ ست عبير أنتو شركاء محتوى باتر بزنس شركاء محتوى مع مسرح الفكر الجديد شو بيفيدكم أنتو يعني أنتو واحد من 45 مؤسسة شركاء بمسرح الفكر الجديد شو بيفيدكم أنتو كمؤسسة الحقيقة يعني لما منشوف مثل هيك مهرجانات قاعدة بتلهم الشباب وبتخلي الإنسان يفكر بطريقة مختلفة نحنا أول شي جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وزي ما أنتو كمان شركاء رؤية وجزء من مسؤوليتكم الاجتماعية دعم هالمهرجان نحنا منعتبر وتعلمنا أنه العطاء متعة أنه أنا أقدم من وقتي ومن جهدي ومن مالي لمهرجانات مثل هالمهرجان ربنا يعني أول شي بيبارك هذا الشي وتاني شي أكيد العلاقات جدا مفيدة لإلنا أكيد وطبعا إحنا بهمنا جدا أنه الشباب الأردني يرفع مستوى هالبلد الكريم والعظيم والآمن الحمد لله يعني إحنا منتشرف الحقيقة بوجودنا مع المهرجان نتشرف أنه نكون جزء من هالعطاء لأنه إذا كل واحد فينا لو بيقدم إشي بسيط جدا معناته كلياتنا منقدر نرفع البلد عاليا أكيد كتير حلو هلأ يعني الممتع فيه أو اللي زي ما تقول بشد الانتباه أنه مسرح الفكر الجديد ومنه مهرجان الفكر الجديد هو يعني تجمع للإبداع والمبدعي وأكتر شي عجبني أنه أنا مش بالضرورة يكون عندي شيء هدف معين أنا باجي ممكن أتنور وأطلع بفكرة جديدة طيب خلينا نحكي على خلال هالأربع سنين لمهرجان الفكر الجديد أكتر من ستة وتلاتين ألف مشارك شاركوا فيه شو الانطباعات اللي عم بيطلعوا منها المشاركين اللي عم بيجوا على هالمهرجان إحنا صراحة بنسمع كثير للشباب وحتى المؤسسات اللي بيشاركوا معنا الكل اللي عم بيلاقي المهرجان هو منصة إبداع منصة لأنه يطلق أفكاره يعني هاي أكتر إشي بربطوه بالإبداع وبالإيجابية وإحنا هذا الإشي ببسطنا لأنه برضو من آمن البيئة الإيجابية هي بيئة بترعى الإبداع الإبداع بده إيجابية يعني لما بيجوا عنا بغض النظر شو فكرته وبتلاقيهم بيحكوها لأنه ما في طفس ما في أنه لا ما بتزبط دائما في عنا الإيجابية أنه دائما يمكن هذا اللي بفرق أنه ما في لا 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 بالضبط إحنا منحارب الطفس بجميع أشكاله يعني ولهذا الهدف عم بنعمل المهرجان يعني هي بتكون بالنهاية زي ما قلت لك البيئة الإيجابية هاي شو في الناس متعطشة لأنها تطلق أفكارها يعني إحنا الشباب عنا بالأردن ما شاء الله يعني ما حدا ناقصه لا تعليم ولا ولا أفكار ولا هاد بس مرات بتكون عارفة شغلات صغيرة زي كيف إحنا هلا منقول الخيال أو الفضول أنه على أهميتهم ممكن أنت لما تحكي أنه والله الفضول كتير مهم الفضول الإيجابي بمعنى مش أني أنا أتدخل بأمور غيري لكن أتعلم إيش جديد أطلع من المساحة اللي أنا فيها وأتعلم إيش جديد والخيال الخيال إيش كتير مهم كمان يعني تعرفين أنت الأطفال أديه بسن صغير لما كنا بسن صغير قدام نتخيل ومن الخيال هذا نوصل لأشياء ونتعلم أشياء لكن الواحد لما يكبر بنسى هاللمسة هاي نحاول نذكرهم فيها فهذا دول مهرجان يعني هاي الأشياء ننكشها عند الشباب كتير حلو هلأ مين في عندكم بفكرزيون هلأ اسم المسرح فكرزيون مش هيك هذا هو اللي سمينا مين رح يكون فيه متحدثين في المسرح زي ما قلنا المسرح السنة عبر سنوات الماضية تلت سنين الماضيين كان فيه متحدثين وكان فيه ناس يجوا يعملون لنا إلهام وإنسبيريشن وموتيفيشن تحفيز السنة عملنا بطريقة مختلفة يعني بدنا نخلي الجمهور المتحدث بطريقة يعني خلينا نقول عكسية بدون نتفعلوا عن طريق السوشال ميديا بدون نتفعلوا عن طريق الجيمز رح نعمل ألعاب تعليمية ممتعة نخلي الجمهور يفكر معنا بطريقة بدل ما نيجي نحكي محاضرة أو نيجي نعمل لأنه قردي الحارات فيها ناس متحدثين رائعين جدا أكثر من 250 متحدث كل حارة في عنا تقريبا 30-40 متحدث فالمسرح شوي مختلف بدنا نشوف شو أخذنا من الحارات بدقيقة رح يكون فيه مسابقة الجمهور يقدر خلال النهار يسجل دقيقة من الفيديو ويبعث لنا إياها ونشوف يكون فيه جوائز كتير قديرة ديسجلها فيديو ديسجلها فيديو جماعتكم بيسجلوا تمام كل واحد المهرجان فيه مسابقة المهرجان في دقيقة في دقيقة تمام بيحضر بيقول أنا يا عمي تعلمت واحد تنين ثلاثة مع اسمه بيسجلها فيديو وبعث لنا إياها طبعا بالتابع ومواقع التواصل الاجتماعي رح تلاقوا كل المعلومات موجودة هناك كمان رح يكون فيه لمن يجرؤ رح ينطلب من الجمهور أشياء معينة يطلعوا فنحن عم نتعلم بالمتعة بدل ما نجيب متحدثين طبعا رح يكون فيه ناس مفاجآت زي ما قلت يجوا يقدموا لنا الجوائز يجوا يحكوا لنا كلمة صغيرة فالطريقة المسرح السنة يعني رح تكون إن شاء الله بنوعدكم إنها تكون ممتعة جدا كتير حلو هلأ أكيد اللي عم بيسمعونا عم بتساءلوا وين هالمهرجان وين هالحارات هلأ خلينا نحكي أول شي هو رح يكون بحدائق الحسين بحدائق الحسين بالقرية الثقافية بحدائق الحسين رح يكون هناك من الأربعة لغاية التاسعة مساء من التسعة ببدأ المسرح بـ 22 و 23 هلأ اللي بدو يشتري تذاكر اللي بدو يتواصل يبلش يتواصل كيف بقدر يتواصل معاكم في عنا هلأ بالنسبة لشباب الجامعات بقدروا يسجلوا عن طريق الوقع الإلكتروني اللي هو www.newthink.me newthink.me بقدروا يسجلوا من هون لـ 15-8 اللي بيسجلوا طلاب الجامعات رح يفوتوا فري ما رح يدفعوا تذاكر للدخول سعر التذاكر رمزي رح تكون برضو موجودة على الباب لأي حدا تاني بعد 15-8 بيحب يشتري كمان برضو يوم المهرجان رح تكون موجودة سعر التسكرة 5 دنينير لليوم وبرضو رح إحنا بقدروا يتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي صفحة فكر جديد على فيسبوك و تويتر أعطينا للعلومين التواصل الاجتماعي وإن شاء الله بره عمان كمان بحيث أنه بقدروا يشتروا التذاكر من هناك كتير حلو يعني شكله إشي عن جد ممتع كتير يعني أنا مبسوطة عليكم ومبسوطة أنه دائما فيه عندنا زي ما تقول تجمع للإبداع والمبدعين ليطلعوا بأفكار شكرا كتير لإلكم شكرا شكرا ستة عبير قمصية شكرا زيد أحمد الأدهم نتمنى لكم التوفيق وزي ما حكينا رح يكون بتتواصلوا عن طريق التواصل الاجتماعي www.newthink.me مضبوط وبتقدروا تشتروا التذاكر وتشاركوا بهالمهرجان شكرا لوجودكم أهلا وسهلا فيكم شكرا شكرا